واحدة من أجمل الكلمات تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم هذا كلام الرب يسوع المسيح ثم قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملة خفيف يمكن البعض بيتساءل طب شو النير اللي بتقصد عنه حبائي بكل بساطة النير اللي جاي من الشرق الأوسط ولا سيم الفلاحين إذا بنتذكر النير هو عبارة عن خشبة ثقيلة بحطوها على ظهر الثران يعني الثنين اللي لازم يحرتو يعني بيربطوها في العنق تبع الثور ولما بيربطوا النير أو الخشبة بعنق الثور بيربطوها يعني بتتصل في المحراث اللي هو عبارة عن خشبة طويلة بالآخرك في حديدة ماضية قوية اللي ممكن تحرث الأرض القاسية وتفتت هاي النير اللي يعني كان بيحملها كانت بتجرها إثران فطبعا بالنسبة للثور لما بتحط النير هذا معناه أنه في يوم عمل في يوم شاق في يوم طويل رح يبتدي من الصبح لحتى يرجعوا بعد الظهر لكن استخدم المسيح هذا التعبير بقول لأن نيري هين لما أنت بتأخذ من المصدر الراحة والسلام والمحبة وأنهار مياه حية بتفيد من داخلك أنت بتتحرك بقوة المسيح فالنير حتى مع تعب الخدمة ومشاكل الخدمة وكل الأمور اللي منواجهها في هذه الحياة تصبح هينة لأنه عايشين مع الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة